العديد من الصحف والمواقع العربية قبل أيام من نهاية عام 2022 وبداية العام الجديد تصريحات حول عنصر جديد تم اكتشافه حديثا يضاهي أو حتى قد يفوق القيمة الغذائية لحليب الرضاعة الطبيعي للأم هذا العنصر المكتشف حديثا هو حليب النمل ونظرا لتسميته الغريبة فقد طارت موجة من السخرية ضده واعتقد البعض أنها تصريحات مغلوطة باعتبار أن النمل لا يمكن له أن يفرز حليبا وهو يبيض نهيك عن استغلال البشر لمركب ناذر مثل هذا للحصول على قيمته الغذائية بعد عدد من التصريحات لخبراء التغذية والأبحاث العلمية في مصر والكويت وبعض الدول العربية الأخرى اندلعت موجة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة تويتر معتبرين أن الترشيح حليب النمل كبديل غذائي ما هو إلا خرافات وقد اندلع الجدل كثيرا بعد التصريحات خبيرة علم الحشرات الباحث الكويتية جنان الحربي التي قالت فيها إن حليب النمل يعد واحدا من أحدث وأغرب الاكتشافات وهو يساعد في بناء المناعة ويعزز أيضا فرص البقاء نتابع تصريحها لأحد القنوات الكويتية في هذا التصريح نتابع فمؤخرا تو الشهر اللي طاف اكتشفوا أن في النمل في مرحلة اليرقة تطلع حليب وهذا الحليب تتغذى عليه المستعمرة كاملة سواء كانت الحشرات البالغة والحشرات اللي هي اليرقات وإذا ما تغذوا عليه 45% من المستعمرة تموت التعليقات الساخرة على التصريحات انهالت عليها معتبرين أنها مزحة لا أساس لها من الصحة وقيلت فقط لتبرير مستويات الفقرة المتزايدة والتي دفعت بالناس إلى استهلاك مكونات غير مألوفة عربيا بسبب الغلاء مثل موجة الترويج الأخيرة لفوائد أرجل الدجاج مثلا في مصر وفي تعليق على التصريحات نشر حساب باسم علي بن أحمد صورة كاريكواتورية ساخرة توضح كيف سيقوم باستغلال النبل الحصول على الحليب الصحي طبعا وعناصره الغذائية معلقا آخر يقول ساخرا جاري البحر عن نملة طبعا تعليقات عديدة تضمنتها مواقع التواصل الاجتماعي برغم أن توقيت تصريحات الخبيرة قد ساءت تقديره أو ساءت تقديره فعلا باعتباره جزءا من موجة جديدة من عناصر الترويج الغذائية غير المألوفة لتلافغ الأسعار الاستهلاكية في بعض الدول العربية